فواتير المبيعات بالآجل يتم الدخول إليها من إدارة المبيعات العمليات فواتير المبيعات نظرا لأهمية فواتير المبيعات بالآجل فإننا سنقوم بالتطرق إلى العديد من الأمثلة الواقعية لفواتير المبيعات بالآجل سوف نبدأ الآن بمثال بسيط وسهل على فواتير المبيعات بالآجل تم بيع الأصناف التالية لمحلات عبدالله الحضرم التجارية بالآجل من المخزن الرئيسي أسمع الأصناف ظاهرة أمامكم الكميات سعر البيع من المخزن الرئيسي الآن نقوم بإدخال هذه البيانات في فواتير المبيعات بالآجل في البداية من أجل أن نقوم بتنفيذ فاتورة مبيعات بالآجل لابد أولاً أن نقوم بإضافة العميل في الدليل المحاسبي ثم الخطوة الثانية يتم إضافة العميل في شاشة بيانات العملاء في إدارة المبيعات نبدأ الآن بالخطوة الأولى في إضافة العميل في الدليل المحاسبي على النحو التالي نقوم بالخرج من إدارة المبيعات الذهاب إلى إدارة الحسابات الخلات الأساسية الدليل المحاسبي نقوم الآن بإضافة العميل في الدليل المحاسبي هناك عدة طرق لإضافة الحسابات في الدليل المحاسبي الطريقة الأولى أن يتم مثلاً البحث بالطريقة الظاهرة أمامكم لكنها طريقة طويلة للغاية خصوصاً إذا كان معك عملاء كثير الطريقة الثانية والتي لا أفضلها أن يتم البحث من خلال ضغط على زر البحث ثم F9 ثم نقوم بالذهاب إلى الأصول والأصول المتداولة ثم نبحث على العملاء ثم عملاء الشركة بالآجل نلاحظ أن الطريقة للبحث على العملاء طويلة بعض الشيء إذن الطريقة الأسهل والأفضل في الإضافة في الحسابات أو في الدليل المحاسبي سوف نقوم بشرحة على النحو التالي نحن نعلم أن أكثر الحسابات تداولاً في الشركات والمؤسسات والمحلات التجارية هي الحسابات الظاهرة أمامكم حساب الصندوق البنك العملاء الموردين من أجل أن نقوم بإضافة الحسابات بشكل سهل وبسيط في الدليل المحاسبي أنا أفضل أن يتم حفظ الحسابات الرئيسية الظاهرة أمامكم طبعاً قد تختلف هذه الحسابات من شركة إلى شركة من دليل إلى دليل من مؤسسة إلى مسأة مثلاً نحن حساب العملاء لدينا رقم 1-2-3-0 هذا حساب رئيسي الآن سنقوم بإضافة والتفرع من هذا الحساب الرئيسي العملاء الذين نريدهم بالطريقة التالية ما عليك إلا الضغط على زر الباحث ثم تقوم بإدخال رقم العملاء الرئيسي ثم الضغط على F9 والضغط في الماوس نلاحظ ماذا؟ ظهور العملاء الخاص بالشركة ما عليك الآن إلا معرفة آخر عميل الذي هو 004 أي أن محلات عبدالله الحضرمي سوف يكون رقمها 005 على النحو التالي نقوم الآن بالضغط على زر الإضافة وإدخال رقم العميل عبدالله الحضرمي 1-2-3-0-1-0-0-0-5 الحساب الرئيسي الخاص به هو الحساب الظاهر أمامكم أو الذي قمنا بحفظه سابقا 1-2-3-0-1 ثم نقوم الآن بكتابة اسم العميل نوع الحساب فرعي عملة الحساب دولار نقوم الآن بالحفظ ونستطيع تكرار نفس الخطوات على بقية العملاء الذين نريد إضافتهم الآن قمنا بإضافة عبدالله الحضرمي في الدين المحاسبي هذه الخطوة الأولى من خطوات فواتي المبيعات الآجلة أما الخطوة الثانية فيتم الذهاب إلى إدارة المبيعات المدخلات بيانات العملاء تعتبر هذه الشاشة إجبارية في حالة فواتير المبيعات بالآجل فبعد أن قمنا بإضافة العميل في الدين المحاسبي الآن لابد أن نقوم بإضافته في شاشة بيانات العملاء إذا لم يتم إضافته في شاشة بيانات العملاء فإننا لن نستطيع إجراء فاتورة مبيعات بالآجل إذا مثلا لم نقوم بإضافته كمثال وذهبنا إلى العمليات فواتير المبيعات وأردنا بيع بالآجل لعبدالله الحضرمي فإذا ما قمنا بضغط على زر الإضافة آجل حددنا المخزن وقمنا بضغط على F9 نلاحظ عدم ظهور اسم عبدالله الحضرمي رغم أننا أضفناه في الدليل المحاسبي عدم ظهوري بسبب أننا لم نقوم بإضافته في شاشة بيانات العملاء إذن نذهب إلى بيانات العملاء في المدخلات ونقوم بإضافته على النحو التالي الضغط على زر الإضافة ثم نذهب إلى رقم الحساب ونقوم بإدخال رقم العملاء الرئيسي الذي هو 1-2-3-0-1 ثم F9 نلاحظ ظهور محلات عبدالله الحضرمي مباشرة هذه الطريقة الأولى الطريقة الثانية أن يتم الضغط على F9 وأنا لا أفضلها نلاحظ ظهور حسابات كثيرة جدا قد تأخذ مننا وقت في عملية البحث لذلك أفضل أن يتم إدخال الحساب الرئيسي للعملاء في الدليل المحاسبي لديك ثم F9 ونقوم باختيار محلات عبدالله الحضرمي يمثل رقم العميل آخر رقم من رقم الحساب أي 0-0-5 0-0-5 نقوم الآن بإدخال البيانات التعريفية الخاصة بهذا العميل وبقية البيانات طبعا هذه الحقول اختيارية وليست إجبارية فهذه الحقول مثلا تعريفية وهذه مرتبطة بفواتير المبيعات سنقوم بإدخاله على الناحو التالي طبعا اختيارية وليست إجبارية أدخلنا البيانات التعريفية بالعميل الآن نقوم بإدخال الخيارات التي تلبي احتياجات ورغبات مستخدمين نظام المنصد في فواتير مبيعات الآجل فإذا ما أردنا مثلا ربط هذا العميل بتسعير معينة نقوم بإختيار التسعير المناسبة لدينا طبعا حق الاختياري ليس إجباري إذا ما أردنا ربط هذا العميل بمحصل معين طبعا هؤلاء المحصلين تم إضافة في شاشة سابقة في المدخلات تسمى شاشة بيانات المحصلين نستطيع أن نقوم بربط هذا العميل بهذا المحصلين إذا شيئنا ونستطيع عدم الاختيار لأنه حق الاختياري وليس إجباري كذلك حد الدين نستطيع عمل حدين لهذا العمل بحيث لا يسمح النظام بتجاوز حد الدين إذا مثلا كتبنا عشر ألف دولار كحد الدين إذا أردنا أن نبيع له أكثر من عشر ألف أن النظام لن يسمح بذلك أو سيقوم بتنبيهنا كذلك إذا ما أردنا أن نقوم بربط هذا العميل بنسبة تخفيض معين نستطيع تحديد النسبة التي نشأ من هذا الحق نستطيع ربط هذا العميل منطقة تم إضافة شاشة بيانات المناطق وربطه كذلك مندوب معين تم إضافة مسبقان في شاشة بيانات المندوبين طبعا جميع الحقول الاختيارية لسية إجبارية فترة الاعتمال أي فترة الاستحقاق على كل فاتورة مثلا إذا قام بالشراء اليوم فإنه لابد أن نقوم بعمل السية خلال كام عشر أيام أسبوعين وهكي مثلا عشر أيام ثم نقوم بعمليات الحفظ الآن نذهب إلى فواتير المبيعات لتنفيذ فاتورة المبيعات بالآجل على النحو التالي الضغط على زر الإضافة آجل رقم المغزان الرئيسي هناك طريقة لإنزال رقم العميل في فاتورة المبيعات الطريقة الأولى البحث عن طريقة الاسم وأنا أفضلها في حالة كان لديك عملاء كثير ما عليك اللي تخرم زي النجمة ثم تقوم بكتابة اسم العميل أو جزء من اسم العميل مثلا عبدالله ثم الضغط على F9 نلاحظ ماذا ظهور أي عمل يحتوي على عبدالله مثلا حلات عبدالله الحضرمي هذه الطريقة الأولى أما الطريقة الثانية أن يتم الضغط على F9 باشرتان لكن في حالة كان لديك عدد كبير جدا من العملاء فأن عملية البحث بالضغط على F9 تسبب مشكلة أو طول في الوقت لذلك أنا أفضل أن يتم البحث من خلال الاسم ما عليك اللي تخرم زي النجمة ثم تكتب مثلا الحضرمي أو جزء من اسم العميل ثم F9 محلات عبدالله الحضرمي نقوم بالضغط عليها مرتين تحرك بالتاب سوف تظهر عملة الفاتورة دولار البيان مهم جدا في الواقع كي يظهر في كشف حساب محلات عبدالله الحضرمي البيان عليكم قيمة بضاعة مباعة لكم بالآجل يتم كتابته في هذا الحق حق للبيان الآن نقوم بإنزال الأصناف المباعة لهذا العميل ويتم البحث على الأصناف بعدة طرق الطريقة الأولى وهي الأفضل في الواقع العملية البحث من خلال الاسم نقوم بإتخاذ رمزة النجمة ثم نقوم بكتابة مثلا تلفون آيفون ثم نضغط على F5 أو F6 نلاحظ ظهور مباشرة اسم الصنف المراد بيعه والكمية المتوفرة من نضغط عليه مرتين نتحرك بالتاب الكمية المباعة أربع حبات التكلفة مثلا سبعمية عشرة دولار سوف يظهر الإجمالي الآن ننتقل إلى صنف آخر البحث من خلال الاسم نجمة مثلا نكتب سامسونج تلفونات سامسونج أو جالاكسي ثم F6 نلاحظ ظهور أي كلمة أو أي صنف يحتوي على كلمة سامسونج مثلا تلفون جالاكسي سامسونج نضغط عليه الكمية المباعة اثنين التكلفة مثلا ستمائة وثمانين دولار الصنف الأخير مثلا أو الطريقة الأخرى للبحث من خلال رقم الصنف ما عليك إلا يدخل رقم الصنف أو جزء من رقم الصنف مثلا 001 ثم F5 أو F6 سوف تظهر جميع الأصناف التي تنتبه لمجموعة 001 مثلا تلفون HTC منخ الكمية المباعة حبة التكلفة 450 دولار كمثال الآن نقوم بعمليات الحفظ إذا ما أردنا طباعة هذه الفاتورة نقوم بالضغط على زر الطباعة بحالة كان لدينا طابعة مرتبطة بالكمبيوتر نقوم بالضغط على نعم أما إذا ما أردنا فقط استعراض الفاتورة فما علينا إلا الضغط على لا تظهر الفاتورة بالشكل الظاهر أمامكم فاتورة بيع الحساب التاريخ المطلوب من الأخ محلل عبدالله حضرمي رقم الفاتورة الأصنف إجمال البضاعة المباعة له الآن بمجرد الحفظ تم التأثير كمية على المخازن أي أن المخازن نقصت بالكميات التي تم بيعها أما التأثير المالي والمحاسبي فلا يتم إلا من خلال الترحيل من إدارة الحسابات نخرج من إدارة المبيعات نذهب إلى إدارة الحسابات الترحيل فواتير المبيعات طريقة الدفع بالآجل نضغط على الفاتورة مرتين ثم نقوم بالتأثير على ترحيل إذا أردنا استعراض الفاتورة نقوم بالضغط هنا مرتين وبالزر الأيمان نلاحظ ظهور الفاتورة نقوم الآن بالتأثير المالي والمحاسبي من خلال الترحيل الآن يتساءل البعض ما هو القيد المحاسبي الذي سوف ينفذه النظام آليا في فواتير المبيعات بالآجل نعود مرة أخرى إلى تطبيقنا القيد المحاسبي الخاص بفواتير المبيعات بالآجل هو قيد مركب يكون على النحو التالي من مذكورين من حساب تكلفة المبيعات من حساب عبدالله الحاضرمي طبعا طرف مدين إلى مذكورين طرف دائن حساب المخزون مخزون الجوالات وحساب إرادات المبيعات أي أن هنا قيد تكاليفي هو عبارة عن حساب تكلفة المبيعات إلى حساب المخازن وقيد مالي من حساب عبدالله الحاضرمي كأميل إلى حساب إرادات المبيعات فإذا ما أردنا استعراض القيد المنفذ آليا في نظام يمنسوفت ما عليك إلى الدخول للتقارير اليومية العامة نوع المستند فواتير مبيعات نوع الفاتورة آجل ثم نقوم بالطباعة سوف تظهر بالشكل التالي هذا القيد المحاسب الخاصة فهذا رقم واحد من مذكورين كما قلنا سابقا تكلفة المبيعات محلات عبدالله الحاضرمي طرف مدين إلى مذكورين المبيعات ومخزون التلفونات بالجوال أي أن تكلفة المبيعات تقابل مخزون الجوالات ومحلات عبدالله الحاضرمي العميل بالآجل يقابل إرادات المبيعات إذا ما عدنا مرة أخرى وأردنا مثلا طباعات كشف حساب العميل عبدالله الحاضرمي نقوم بالدخول طبعا إلى إدارة الحسابات تقارير كشفات الحسابات الحسابات الفرعية نقوم بالبحث على الحسابات إما من خلال رقم الحساب 1 2 3 0 1 ثم F9 واختيار العميل أو البحث من خلال الاسم وأنا أفضل البحث من خلال الاسم ما عليك إلا الذهاب إلى اسم الحساب ادخل رمز النجمة وكتابة اسم العميل مثلا عبدالله أو جزء من اسم العميل عبدالله الحاضرمي أو جزء ثم F9 نلاحظ ظهور اسم مباشرة نقوم بالضغط عليه مرتين ثم الطباعه لا يظهر كشف حساب عبدالله الحاضرمي على ناحية تاريخ فاتورة مبيعات رقم واحد عليكم قيمة بضاعة مباعة بالآجل ثم مبلغ الفاتورة مديد لأنه عميل أصل الآن نعود مرة أخرى إلى إدارة المبيعات فواتير المبيعات المبيعات بالآجل سنوضح الآن مثال آخر حول فواتير المبيعات بالآجل وقيام العميل بسداد دفعة من قيمة هذه الفاتورة أو دفعة من الحساب الذي عليه نقوم الآن بعرض المثال تم بيع الأصناف التالية لسبب ماركت الهدى بالآجل من المخزن الرئيسي أسماء الأصناف ظاهرة أمامكم الكميات الوحدة سعر البيع تواريخ الانتهاء إن وجد المخزن الرئيسي وقد قام العميل سوبر ماركت الهدى بسداد مبلغ 200 ألف ريال دفعة من الحساب أو من قيمة هذه الفاتورة الآن نقوم بإدخال هذه البيانات في فواتير المبيعات طبعا قبل أن نقوم بتنفيذ فاتورة المبيعات بالآجل لسبب ماركت الهدى لابد أولا أن نقوم بإضافة حساب سوبر ماركت الهدى في الدليل المحاسبي الخطوة الثانية يتم إضافة حساب سوبر ماركت الهدى في شاشة بيانات العملاء في إدارة المبيعات في المدخلات الأساسية إذا نذهب إلى الدليل المحاسبي نقوم بإضافة الحساب خلات الأساسية الدليل المحاسبي طريقة الإضافة إما أن نقوم بالضغط على زر البحث ثم F9 ونبدأ بالبحث على عملاء الشركة بالآجل صور متداولة العملاء عملاء الشركة بالآجل إلا أنها طريقة طويلة بعض الشيء نلاحظ الطريقة الثانية هو أن نكون حافظين الحساب الرئيسي للعملاء هذا الحساب الذي 1-2-3-0-1 فإذا ما أردنا مثلا إضافة بشكل سريع ما عليك إذا ضغط على زر البحث ثم تقوم بإدخال الحساب الرئيسي للعملاء الذي هو 1-2-3-0-1 قد يختلف من دليل إلى آخر أو من شركة الأخرى ثم نقوم بضغط على زر F9 ثم نقوم بفتح عملاء الشركة نلاحظ ظهرهم بشكل سريع الآن نقوم بإضافة العميل سوبر ماركة الهدى آخر عميل رقمه 0-0-5 إذا رقم العميل سيكون على نحو التالي إضافة 1-2-3-0-1-0-0-6 الحساب الرئيسي لهذا الحساب هو الحساب الرئيسي الظاهر أمامكم الذي 1-2-3-0-1 نقوم الآن بكتابة اسم العميل سوبر ماركة الهدى نوع الحساب فرعي ريال ثم نقوم بعملية الحب الخطوة الثانية الآن لتنفيذ فاتورة المبيعات بالآجل بعد إضافة اسم الحساب الدير المحاسبي أن نضيفه في بيانات العملاء جميع الدخول إليها من إدارة المبيعات قلات بيانات العملاء ونقوم بإضافته بالطريقة التالية الضغط على زر الإضافة ثم نقوم بإدخال رقم الحساب الرئيسي للعملاء 1-2-3-0-1 ثم نضغط على F9 نلاحظ ظهور أسماء العملاء مباشرة نقوم باختياره سوبر ماركة الهدى ونقوم بإدخال آخر رقم من هذا الحساب 006 ونقوم بإكمال بقية البيانات على النحو التالي طبعا حقول اختيارية وليست إجبارية لكن يفضل أن يتم إدخالها من أجل أن تفيدنا في التقارير والمعلومات الخاصة بهؤلاء العملاء أدخل الآن البيانات التعريفية نستطيع كذلك إدخال بقية الحقول بما يتلاءم مع طبيعة المعلومات التي ستفيدنا هذه الحقول الظاهرة أمامكم محددين ربط مثلا منطقة معينة مثلا الزبيري كمثال ربط مثلا مندوب معين أسامة الحكيمي كمثال تحديد فترة إيمان معينة مثلا أسبوعين طبعا حقول جميعها اختيارية ليست جبارية الغرض منها التقارير الآن نقوم بعملية الحب ونذهب الآن إلى فواتير المبيعات الضغط على زر الإضافة آجل نحدد المخزن الرئيسي ونقوم بالبحث على سوبر ماركت الهدى بطريقتين الطريقة الأولى وهي الأفضل عن طريق الاسم ما عليك الإدخال رمز النجام ثم تكتب سوبر ماركت أو تكتب الهدى مثلا ثم F9 نلاحظ ظهور مباشرة سوبر ماركت الهدى نضغط عليها مرتين نتحرك بالتاب نلاحظ ظهور تاريخ الاستحقاق الباقي بتاريخ خمسة ستة وتاريخ الاستحقاق بعد اسبوعين ساعت وارستة البيان عليكم قيمة مواد غذائية بالآجل نقوم الآن بإنزال الأصناف ويتم إنزال الأصناف بإتطرق الطريقة الأولى من خلال البحث عن طريقة الاسم ما عليك إدخال رمز النجمة ثم تكتب مثلا حليب أو تكتب نيدو ثم F5 أو F6 نلاحظ ظهور اسم الصنف مباشرة وهي الطريقة الأفضل البحث عن طريقة الاسم وتحديد الكمية المتوفرة في المخازن نقوم باختيارها تحرك بالتاب أو بالماوس إدخال الكمية المباعة مثلا أربعين علبة ثم إدخال سعر البيع أربعة وخمسمائة ريال ونقوم بإدخال تاريخ الانتهاء إن وجد نلاحظ وجود ثلاثة تواريخ انتهاء مختلفة وكميات مختلفة فالكمية التي بتنتهي بتاريخ أربعة ستة ألفون خمسة عشر ستمائة وربعة وعشرين ألبا والكمية الثانية تسعة وعشرين ألبا بتنتهي بتاريخ تسعة وعشرين ستة ألفون خمسة عشر والكمية ثلاثمئة ثمانية 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 ألفون خمسة عشر طبعا البيع يتم بالكمية التي تنتهي قريبا نقوم باختيارها الآن ننتقل للصنف الثاني البحث عن طريق الاسم نجمة مثلا عصر سيزر نكتب سيزر فقط ثم إف خمسة أو ستة نلاحظ ظهور اسم الصنف مباشرة نختاره الكمية المباعة اثنى عشر كرتون سعر البيع ثلاثة ألف وسبعمائة وخمسين ريال كمثال ثم نقوم باختيار تاريخ الانتهاء الآن نبحث عن طريق رقم الصنف مثلا إدخال جزء من رقم الصنف على النحو التالي صفر صفر خمسة ثم إف خمسة أو بستة نلاحظ ظهور مجموعة الدقيق مثلا دقيقة البركة تحرك بالتاب عشر أكياس كمثال سعر البيع مثلا ستة ألف وخمسمائة ريال كمثال ثم تحديد تاريخ الانتهاء الكمية التي سوف تأتي قريبا بتاريخ واحد ثلاثة عشر ألفين وثلاثة عشر بينما الكمية الثبتة بتاريخ تاريخ ستة ألف ومتاش إذن الكمية الأولى الآن نقوم بعملية الحفظ نلاحظ أن بالمثال يخبرنا أنه قام العميل سوبر ماركت الهداء بسداد مبلغ مئة ألف ريال دفعا من الحساب قد يقول البعض في مثل هذه الحالة يتم الذهاب إلى إدارة الحسابات العمليات وعمل سنة قبض تعتبر هذه طريقة صحيحة لكنها طويلة وفي بعض الأحيان قد يكون ليس لك صلاحية الدخول إلى إدارة الحسابات نستطيع نحن في إدارة المبيعات في فواتير المبيعات أن نقوم بعرض زرار بمجرد أن نضغط عليه يظهر لنا سندات القبض أي أن نقوم باستدعاء سند القبض من فاتورة المبيعات ويتم استدعاء سندات القبض في إدارة المبيعات وذلك من خلال الدخول إلى تهيئة النظام الخيارات خيارات أخرى نقوم بالتأشر على خيار استدعاء سند القبض في فاتورة المبيعات نؤشر عليه ثم التعديل والحفظ فإذا ما ذهبنا إلى الفاتورة الخاصة بناء العمليات فواتير المبيعات فإذا ما قمنا بالبحث على الفاتورة الخاصة بناء الضغط على زر البحث آجل ثم F9 ماذا نلاحظ؟ نلاحظ ظهور الزر الخاص بسند القبض فإذا ما قمنا بالضغط عليه نلاحظ أنه يقوم بإدخال مباشرة إلى سندات القبض فما علينا الآن إلا إدخال المبلغ الذي تم استلامه من العميل نقوم بتحديد رقم الصندوق بالضغط على F9 صندوق ريال ثم كتابة المبلغ المدفوع 100 ألف ريال ثم التحرك بالتاب أو بالماوس ونقوم بكتابة دفعة من الحساب في البيان ونحدد المبلغ 100 ألف ريال ثم نقوم بعملية الحفظ والخروج ونقوم إذا ما أردنا مثلا طباعة هذه الفاتورة معني بالضغط على زر الطباعة أمن أجل استعرف فقط لا سوف تظهر الفاتورة بالشكل الظاهر أمامكم المطلوب من الأخ سوبر ماركة الهدى المبالغ الآن نقوم بالتأثير المالي الآن حدثت التأثير الكمي بمجرد الحب التأثير المالي يتم من خلال إدارة الحسابات إدارة الحسابات الترحيل تواتير المبيعات طريقة الدفع بالآجل نقوم بالتأشير على ترحيل نستعرض الفاتورة بضغط تارك ثم بالزر الأيمان ثم الترحيل كذلك نقوم بترحيل سند القبض التي تم استلامه من العامل سوبر ماركة الهدى سندات النقدية قبض نقوم بتحديد الصندوق صندوق ريال ثم التحرف بالتاب أو بالماوس ونستعرضه في حالة أرض نستعرضه ثم نقوم بعمل الترحيل الآن سوف نقوم بطباعة كشف حساب سوبر ماركة الهدى ويتم دارك الدخول للتقارير اليومية الكشوفات الحسابات الحسابات الفرعية البحث عن طريق الاسم فقط نجمة نكتب الهدى ثم F9 ثم طباعة لا نلاحظ ماذا ظهور كشف حساب خاص بسوبر ماركة الهدى على النحو التالي في خمسة ستة كان عليهم فاتورة مبيعات قيمة مواد غذائية بمبلغ مائتين وتسعين ألف ريال ثم قاموا بسدد دفعة من الحساب بموجب سنة قبل مبلغ مائتين ألف ريال إذن كان مدين بمائتين وتسعين سددوا لنا مائتين ألف إذن المتبقي عليهم فقط تسعين ألف ريال نعود الآن مرة أخرى إلى فواتير المبيعات في إدارة المبيعات سنوضح الآن مثال حول فواتير المبيعات بالآجل ومنح العميل كميات مجانية ومنحه كذلك تخفيض نقوم الآن بعرض المثال الخاص بهذه الفاتورة تم بيع الأصناف التالية لشركة آيفون 3D التجاري من مخزن المعرض الأسماء الأصناف ظاهرة أمامكم الكميات الكمية المجانية من تلفون سامسو جيلاكسي اس 3 سعر البيع المخزن وقد منح العميل تخفيض خاص مسموحه بقيمة 150 دولار من إجمال الفاتورة الآن نقوم بإدخال هذه البيانات في فاتورة المبيعات بالآجل على النحو التالي في البداية لابد أولاً أن نقوم بإدخال شركة آيفون 3D في الدليل المحاسبي في جانب العملاء الخطوة الثانية إضافة هذا العميل شركة آيفون 3D في شاشة بيانات العملاء في المدخلات الأساسية في إدارة المبيعات الآن نخرج لإضافة هذا العمل أولاً في الدليل المحاسبي يتم الخروج من إدارة المبيعات الدخول إلى إدارة الحسابات المدخلات الدليل المحاسبي هناك عدة طرق لإضافة العملاء في الدليل المحاسبي الطريقة الأولى والتي يعتمد عليها الكثير من الناس رغم أنها طريقة طويلة للغاية وأن يتم البحث بالطريقة الظاهرة أمامكم لكن المشكلة في حالة كان لديك عملاء كثير فعملية البحث ستكون طويلة الطريقة الثانية أن يقوم بالضغط على زر البحث ثم الضغط على F9 ويبدأ بفتح الحسابات الرئيسية حتى وصوله إلى العملاء الآجي الخاص بالشركة عملاء ونلاحظ أنها طريقة طويلة بعض الشيء أنا أفضل في الواقع العملي أن يتم حفظ الحساب الرئيسي فقط للعملاء وإدخاله مباشرة على النحو التالي ما عليك إلا الضغط على زر البحث ثم يدخل الحساب الرئيسي للعملاء الظاهر أمامكم طبعا يختلف من شركة إلى شركة ومن دليل إلى آخر ثم تقوم بالضغط على F9 نلاحظ ماذا؟ ظهر آخر عمل بشكل سريع للغاية الآن نقوم بإدخال الشركة شركة iPhone Trading كعميل نقوم بالضغط على زر الإضافة طبعا آخر عميل هو صفر صفر سبعة إذن شركة iPhone Trading صفر صفر ثمانية على النحو التالي الحساب الرئيسي هو الحساب الظاهر أمامكم الذي تم التفرع من نقوم الآن بكتابة اسم الشركة شركة iPhone Trading التجارية نوع الحساب فرعي عملة الحساب دولار ثم نقوم بعملية الحفظ هذه الخطوة الأولى الخطوة الثانية أن يتم الذهاب إلى إدارة المبيعات المدخلات بيانات العملاء نقوم بإضافة العمل في هذه الشاشة بالضغط على زر الإضافة ثم إدخال الحساب الرئيسي للعميل الذي هو 1-2-3-0-1 يختلف من دليل إلى آخر ثم F9 نلاحظ ظهر العملاء مباشرة أما الطريقة الأخرى التي أعتبرها طويلة بعض الشيء هو أن يتم الذهاب على F9 فتبدأ عملية البحث في الدليل والمشكلة إذا كان معك عملاء كثير فعملية البحث سوف تطول لذلك أفضل في الواقع العملي أن نقوم بحفظ الحساب الرئيسي للعملاء دائما ثم نضغط على F9 ونقوم باختيارهم مباشرة الضغط عليه طبعا الرقم العميل في شاشة بيانات العملاء هو 008 يفضل أن يكون آخر رقم من رقم الحساب في الدليل المحاسبي 008 طبعا ليس أجباري ثم نقوم بإدخال بقية البيانات الخاصة بهذا العميل البيانات التعريفية وغيره نقوم الآن بعمليات الحفظ ثم نضغط على تنفيذ العملية العمليات فواتير المبيعات الضغط على زر الإضافة آجل رقم المغزن معرض المغزن الفرعي ثم نقوم بإظهار اسم العميل ويتم البحث على رقم العميل من خلال البحث عن طريق الاسم ما عليك اللي يتخدم زى النجمة ثم تكتب مثلا شركة آيفون اسم العميل كامل أو جزء من اسم العميل على النحو التالي كتبنا جزء من اسم العميل ثم F9 هذه أفضل طريقة البحث عن طريق اسم العميل أما الطريقة التقليدية الأخرى هو أن يتم الضغط على F9 وهذه طريقة طويلة أنا أفضل أن يتم البحث عن طريق اسم العميل طبعا تظهر سعر التحويل والعملة أي أن عملة الفاتورة بالدولار نقوم الآن بكتابة البيان سوف يظهر في كشف حساب العميل عليكم قيمة تلفونات متنوعة بالآجل نقوم الآن بالبحث على الأصناق من خلال اسم الصنف وهي طريقة الأفضل الإسراء معالك اللي يدخل رمزة النجمة ثم تقوم بكتابة اسم الصنف المراد بيعه كاملا أو جزء من اسم الصنف مثلا سوف نكتب كلمة جالاكسي تلفونات جالاكسي ثم F5 أو F6 سوف تدخل لنا جميع التلفونات التي تحتوي على صنف جالاكسي أو اسم جالاكسي وإظهار الكميات من كل صنف وسعر التجزئة وسعر الجملة والسعر الخاص التي تتم بيدخالها في شاشة التسعيرة الآن نقوم باختيار الصنف تحرك بالتاب الكمي المباعة خمس حبات التكلفة ستمائة وخمسين دولار الطريقة الثانية للبحث عن طريق إدخال رقم الصنف مباشرة إذا كنا حافظ الرقم الصنف مثلا صفر صفر وعشر طهر صفر صفر اثنين ظهور الصنف الكمي المباعة ثلاث حبات التكلفة ثلاثمائة دولار الطريقة الأخرى أن نتم البحث من خلال إدخال جزء من الرقم الصنف مثلا صفر صفر واحد ثم ايف خمسة وف ستة مثلا تلفون ايفون الكمية اربعة ثمان حبات الكمية المباعة اشر حبات الكمية المجانية نقوم بإدخال حبتين الكمية المجانية حبتين السعر سبعمائة وعشرة دولار نلاحظ ظهور اجمال الفاتورة كاملا الآن نقوم بعملية منح هذا العميل تخفيض هناك نوعين من التخفيض إما تخفيض على مستوى الصنف نلاحظ ظهور عمود خاص بالتخفيض على مستوى الصنف أو تخفيض على مستوى الفاتورة بالكامل الآن سنقوم بمنحة العمل تخفيض على مستوى الفاتورة بالكامل هناك تخفيض تقيمة أي مثلا 150 دولار عفوا يتم كتابته هنا 150 دولار أو كنسبة يعني 2% أو 3% وهكذا سنقوم بمنحة تخفيض ب150 دولار الآن نقوم بعمليات الحف إذا ما أردنا استعراض الفاتورة طباعتها الضغط على زر الطباعة إذا كانت الجهاز أو النظام مرتبط بطابعة نقوم بالضغط على نعم إذا أردنا فقط استعراض الفاتورة نقوم بالضغط على لا تظهر الفاتورة بالشكل الظاهر أمامكم المطلوب من الأخ شركة iPhone Trading التجارية التلفونات الكميات المجانية إجمال المبلغ التخفيض الإجمال النهائي الآن نقوم بعملية ترحيل الفاتورة من أجل التأثير المالي والمحاسبي على النحو التالي نخرج من هذه الشاشة الذهاب إلى إدارة الحسابات الترحيل فواتير المبيعات طريقة الدفع بالآجل ثم نقوم بالتأشير على الفاتورة والترحيل يتم الضغط على الترحيل يتساءل البعض ما هو القيد المحاسبي الذي سوف ينفذه النظام آليا في مثل هذه الحالة أي فاتورة المبيعات التي تحتوي على تخفيض يعني خصم مسموح به كميات مجانية نعود إلى المثال الخاص بنا سوف يكون القيد المحاسبي على النحو التالي من مذكورين طرف مدين الذي هو تكلفة المبيعات من حساب الترويج بالكميات التي تم منها مجانا من حساب الخصم المسموح به أي التخفيض ومن حساب العمل شركة آيفون تريدينج إلى مذكورين حساب مخزون الجوالات بالكمية التي خرجت والكميات المجانية وحساب إرادات المبيعات أي أن تكلفة المبيعات وحساب الترويج كطرف مدين يقابل في الطرف الدائل مخزون الجوالات بينما الخصم المسموح به وشركة آيفون تريدينج تقابل حساب المبيعات أو إرادات المبيعات ولمعرفة القيد الذي يقوم النظام بتنفيذ آليا نذهب إلى إدارة الحسابات التقارير اليومية العامة نوع المستند فواتر مبيعات نوع الفاتورة آجل ثم نحدد رقم الفاتورة المراد طباعتها ثم طباعة سوف يكون القيد المحاسب على النحو التالي من حساب تكلفة المبيعات والترويج والخصم المسموح به شركة آيفون طرف مدين إلى مذكورين حساب المبيعات ومخزون التلفونات الجوال طرف دائم طبعا تكلفة المبيعات وحساب الترويج وقابل حساب مخزون الجوالات بينما الخصم المسبوح به وشركة آيفون تريدينج تقابل حساب إرادات المبيعات أي أن القيد المحاسبي من مذكورين تكلفة المبيعات طرف مدين الترويج الخصم المسبوح به شركة آيفون تريدينج طرف مدين إلى مذكورين طرف دائن المبيعات أو إرادة المبيعات ومخزون تلفونات الجوال نعود مرة أخرى إلى فواتير المبيعات في إدارة المبيعات سنوضح الآن مثال حول فواتير المبيعات بالآجل وسداد قيمة هذه الفاتورة على شكل أقصاط نقوم بعرض المثال تم بيع الأصناف التالية للعميل عبد الرقيب المغربي بالآجل من المخزن الرئيسي الأصناف ظاهرة أمامكم كميات سعر البيع وقد تم الاتفاق مع العميل عبد الرقيب على سداد قيمة الفاتورة على ثلاث أقصاط مدة القسطة الواحد عشرين يوما وقد قام العميل بسداد القسطة الأول في نفس تاريخ الفاتورة الآن نقوم بإدخال هذه البيانات في الفاتورة في البداية لا بد أولا أن نقوم بإضافة العميل عبد الرقيب في الدليل المحاسبي في إدارة الحسابات الخطوة الثانية إضافة بيانات هذا العميل في شاشة بيانات العملاء في إدارة المبيعات في المدخلات الأساسية نبدأ الآن بإضافة في الدليل المحاسبي نخرج من إدارة المبيعات نذهب مباشرة إلى إدارة الحسابات المدخلات الدليل المحاسبي هناك عدة طرق لإضافة العملاء الطريقة الأولى الطريقة التقليدية أن يتم البحث هنا في هذا الحال هذا الشاشة لكن طريقة متعبة الطريقة الثانية أن يتم ضغط على زر البحث ثم F9 وكذلك تعتبر طريقة طويلة بعض الشيء ثم نبدأ بالباح طريقة طويلة عملاء الشركة بالآجل معرفة آخر عميل الطريقة الأفضل والأسرع أن نكون حافظين الحساب الرئيسي للعملاء بشكل عام طبعا الحساب الرئيسي يختلف من شركة إلى أخرى ومن دليل آخر مثلا في الشركة الخاصة بناء الدليل أو الحساب الرئيسي رقم 1-2-30-1 موجود في الدليل ما عليك الضغط على زر البحث ثم 1-2-3 0-1 ثم F9 ونبدأ مع عملية البحث نلاحظ ماذا ظهور العملاء بشكل سريع للغاية آخر عميل لدينا سوبر ماركت الهداء رقمه 0-0-6 إذن العميل عبد الرقيب المغربي سوف يكون رقمه 0-0-7 نقوم بضغط على زر الإضافة إدخال رقم العميل 0-1-0-7 التحرك بالتاب أو بالموس إدخال الحساب الرئيسي له هذا الحساب 1-2-3-0-1 أتمنى أن نكون حافظي له في الواقع العملي نقوم الآن بإدخال اسم العميل نوع الحساب فرعي عملة الحساب دولار نقوم بعملية الحظ الآن أنجزنا الخطوة الأولى إضافته في الدليل المحاسبي الآن نضيفه في شاشة بيانات العملاء نخرج من إدارة الحسابات نتوجه إلى إدارة المبيعات ندخلات بيانات العملاء نقوم بضغط على زر الإضافة ونقوم بإدخال جميع البيانات الخاصة به فنبدأ برقم الحساب يتم الضغط على إما F9 لكنها كذلك طريقة طويلة للبحث على العمل الخاص بنا خصوصا إذا كان لدينا عدد كبير جدا من العملاء الطريقة الثانية والأسهل أن يتم إدخال الحساب الرئيسي للعملاء في الدليل الذي 1-2-3-0-1 ثم F9 نلاحظ ماذا ظهر أسماء العملاء مباشرة نقوم بالضغط على عبد الرقيب يعتبر رقم العمل هو آخر رقم من الحساب ليس إجباري إنما تستطيع التغيير كيفما تشاء 007 ونقوم بإدخال جميع البيانات التعريفية به وجميع البيانات التي تفيدنا في التقارير وفي فواتير المبيعات نقوم بعملية الحفظ ونذهب إلى فواتير المبيعات في العمليات فواتير المبيعات نقوم بالضغط على زر الإضافة آجل نحدد رقم المغزان ثم التحرك بالتاب أو بالماوس نقوم باستعراض وإدخال رقم العميل واسم العميل من خلال البحث عليه عن طريق الاسم نقوم بإدخال رمزة النجمة ثم نقوم بكتابة اسم العميل أو جزء من اسم العميل ثم F9 نلاحظ ظهور اسم العميل مباشرة نقوم بالضغط على مرتين التحرك بالتاب نقوم بكتابة البيان الذي سوف يظهر في كشف حساب عبد الرقيب عليكم قيمة تلفزيون السوني مباعة بالآجل تسدد الفاترة على أقصاد نقوم بكتابة هذا البيان الآن نقوم بإدخال الأصناف المراد بيعها هناك عدة طرق لإنزال أصناف الطريقة الأولى والأسرع البحث عن طريق الاسم اذهب إلى اسم الحساب نقوم بإدخال رمزة النجمة ثم نكتب اسم الصنف أو جزء من اسم الصف مثلا سوني ثم F5 أو F6 نلاحظ ظهور أي صف يحتوي على كلمة سوني نقوم باختياره تلفزيون سوني مسطح أربعين بوصة ثري دي نقوم باختياره تحرك بالتاب أو بالماوس الكمية المباعة حبتين التكلفة مثلا ستمية وتسعين دولار هذه الطريقة الأولى عن طريق أو البحث عن طريقة اسم الطريقة الثانية أن يتم إدخال رقما الصف بباشرة في حالك كنا حافظ له أو إدخال جزء من رقم الصف مثلا صفر صفر ستة شرطة صفر صفر اثنين كمثال أو الطريقة الأخرى مثلا صفر صفر ستة ثم F5 أو F6 سوف تظهر جميع الأصناف التي تنتمي إلى مجموعة التلفزيون سوف نقوم باختيار الصنف تحرك بالتاب كمية المباعة حبة التكلفة مئة وخمسة وستين دولار الآن سوف يظهر المبلغ الإجمالي الفاتورة قبل عملية الحفظ وبناء على الاتفاق المبرم مع عبد الرقيب المغربي أن يتم السدد على ثلاثة أقصاط نقوم بالدخول إلى شاشة الأقصاط تم الاتفاق مع العميل على السدد على ثلاثة أقصاط نقوم بالدخل ثلاثة طبعا مدة كل قسط عشرين يوم نقوم بالدخل نحدد عشرين يوم طبعا قام العميل بالسدد أول قسط في تاريخ الفاتورة طبعا تاريخ الفاتورة هو سبعة ستة إذن سوف نقوم بتعديل تاريخ أول قسط هنا على النحو التالي وبعد يدخل الأقصاط وتعديل التاريخ نقوم بعملية الحفظ فإذا ما أردنا مثلا طباعة الفاتورة واستعراض الأقصاط نقوم بالطباعة في حالة كانت الفاتورة موصلة بطابعة نقوم بالضغط على نعم في حالة أردنا فقط استعراض الفاتورة نقوم بالضغط على لا تظهر الفاتورة بالشكل الظاهر أمامكم المطلوب من أخذ الرقيب الأصناف عدل الأقصاط ثلاثة إجمالي الأقصاط تاريخ أول قسط تم سداده تاريخ آخر قسط الآن نقوم بعملية التأثير المالي طبعا التأثير الكمي تم من خلال الحفظ أما التأثير المالي فلا يتم إلا من خلال الترحيل طبعا في الفاتورة قام العميل بسداد أول قسط من الفاتورة إذن نقوم بالضغط على سندات القب طبعا نستطيع الذهاب إلى إدارة الحسابات العمليات وعمل سندات قب أو أن نقوم بإظهار هذا الإيقونة أو هذا الرن أو هذا الزر وذلك من خيارات إدارة المبيعات نقوم بالتأشير على استدعاء سندات القب فيظهر هذا الزر نقوم بالضغط عليه سوف ينقلنا مباشرة إلى سندات القب نقوم بتحديث الصندوق الذي تم البيع منه أو استلام المبلغ إليه صندوق دولار نقوم بإدخال المبلغ أو القصة لذلك خمسمائة وخمسة عشر دولار ثم نقوم بكتابة البيانة دفعة من الحساب سيزاد القصة الأول الفاتورة ونقوم بإدخال المبلغ خمسمائة وخمسة عشر دولار ثم نقوم بعملية الحب الآن نذهب إلى التأثير المالي من خلال الترحيل من إدارة الحسابات نخرج نذهب إلى إدارة الحسابات الترحيل نرحل فواتير المبيعات طريقة الدفع آجل نحدد الفاتورة نؤشر عليها إذا ما أردنا استعرضها نضغط على التاريخ وبالزر الأيمن سوف يظهر تظهر الفاتورة ثم نقوم بعملية الترحيل كذلك نقوم بعملية ترحيل سند القبض الذي تم تحصله من العميل ترحيل السندات النقضية قبض نحدد الصندوق بالضغط على F9 صندوق دولار نتحرك بالتاب أو بالموس نقوم بالتأشير عليه إذا ما أردنا استعرضه بنفس الطريقة الضغط على التاريخ وبالزر الأيمن ثم نقوم بعملية الترحيل نقوم الآن بطباعة كشف حساب خاص بالعميل عبد الرقيب ويتم ذلك من إدارة الحسابات التقارير كشوفات الحسابات الحسابات الفرعية نقوم بالبحث من خلال اسم العميل أفضل طريقة طبعا وأسراء البحث نقوم فقط بإدخال رمزة النجمة ثم كتابة عبد الرقيب مثلا ثم F9 يظهر عبد الرقيب نقوم بضغط عليه مرتين ثم طباعة لا استعراض فقط يظهر كشف عبد الرقيب على النحو التالي كانت عليكم فاتورة بتاريخ 6 سبعة رقم الفاتورة ثلاثة عليكم تقيمة فاتورة بهذا المبلغ الظاهر أمامكم ثم تم سداد دفعة من الحساب يمثل القصة الأول من فاتورة هذا المبلغ إذن المبلغ المتبقي عليكم ألف وثلاثين دولار نستطيع كذلك متابعة تسديدات العملاء على أساس الأقصاط من نفس إدارة الحسابات من العمليات شاشة توزيع تسديدات العملاء ما عليك إلا الضغط عليها ثم الضغط على زر الإضافة وتحدد نوع المستند المستدد سند قبل طرف دائن طبعا ونحدد الصندوق الذي هو دولار ثم نحدد العميل الضغط على F9 عبد الرقيب الرقم المستند نقوم بضغط على F9 أو التخديق مباشرة نلاحظ ظهور الفاتورة مع الأقصاط إذا ما قمنا بتأشر التوزيع آليا سوف يظهر المبلغ المسدد مبلغ الأقصاط تواريخ الأقصاط إجمال الفاتورة ويؤشر أن القصة الأول تم سداده ألا نقوم بعملية الحف طبعا هذه الشاشة اختيارية ليست إجبارية وليس إنما الغرض منها فقط الرقابة على توزيع تزديدات العملاء ومتابعتهم نقوم بالحف كذلك إذا ما ذهبنا مثلا إلى إدارة المبيعات التقارير تقارير العملاء تقارير الأقصاط نستطيع طباعة التقارير التي تلبي رغبات واحتياجات مستخدمين نظاميا من السرط فنستطيع طباعة الأقصاط المسددة مثلا ونحدد العميل عبد الرقيب ثم نقوم بالتباعة يظهر مبلغ القصد المسدد إذا ما أردنا الأقصاط المسددة وغير المسددة نؤشر عليها نوع التقري مثلا تحليلي ثم نقوم بالتباعة يظهر بالشكل الظاهر أمامكم اسم العميل الفاتورة تاريخ الأقصاط مبلغ القصد التزديد المبلغ المتبقي من الفاتورة نكون بهذا قد أوضحنا فواتير المبيعات بالآجل وكيف يمكن سداده على شكل أقصاط وعرضنا التقارير المرتبطة بالأقصاط المسددة وغير المسددة نعود مرة أخرى إلى فواتير المبيعات سنوضح الآن مثال حول فاتورة المبيعات بالآجل وتحميل هذا العميل بأعباء المبيعات أي أن شرط الفاتورة هو أن يتم تحميل العميل بتكلفة نقل البضائع المباعة إلى مخازنه نقوم الآن بعرض المثال تم بيع الأصناف التالية لمحلات حسن محفوظة تجارية بالآجل من مخزن المعرض الأصناف ظاهرة أمامكم الكميات سعر البيع المخزن وقد تم الاتفاق مع محلات حسن محفوظ على أن تقوم الشركة بنقل البضائع إلى مخازنه مقابل مبلغ 30 ألف ريال يمثل أعباء على العميل سوف تضاف على قيمة الفاتورة وقد قامت الشركة بنقل البضائع فعلا إلى مخازن المشتري الآن نقوم بإدخال هذه البيانات في فاتورة المبيعات نعود مرة أخرى إلى فواتير المبيعات الخاصة بنا في البداية لابد أن نقوم أولا بإضافة العميل محلات حسن محفوظ في الدليل المحاسبي ثم إضافته في شاشة بيانات العملاء نقوم الآن بالخروج من إدارة المبيعات الدخول إلى إدارة الحسابات المدخلات الدليل المحاسبي نقوم بإضافة العميل إما بالطريقة التالية الضغط على زر البحث ثم نقوم بإدخال رقم العميل الأساسي ثم إف تسعة ونقوم بالبحث على آخر عميل نلاحظ أن آخر عميل هاشم الأنسي رقمه صفر صفر تسعة أي أن محلة حسن محفوظ فيكون رقمها صفر عشر نقوم بالضغط على زر الإضافة واحد اثنين ثلاثة صفر واحد صفر عشر طبعا الحساب الرئيسي لهذا الحساب هو الحساب الظهر أمامك العميلة الشركة بالآجل أتمنى أن يكون حافظ الله في الواقع العملي نقوم بإدخال اسم العميل الآن محلة حسن محفوظة تجارية نوع الحساب فرعي العملة ريال نقوم بعملية الحفظ الآن نذهب إلى إدارة المبيعات المدخلات بيانات العملاء ونقوم بإضافة هذا العميل في شاشة بيانات العملاء حتى نستطيع البيع بالآجلة ما عليك إلا الضغط على زر الإضافة نذهب إلى رقم الحساب البعض يقول نقوم بالضغط على إفتسعة نلاحظ أننا سوف نستمر في البحث على عمل بطريقة طويلة لبعض الشيء خصوصا إذا كان معنا عملاء كثير أفضل طريقة هو أن نكون حافظين الحساب الرئيسي للعملاء مثلا الحساب الرئيسي للعملاء لدينا في الشركة هو 1-2-3-0-1 قد يختلف من شركة إلى أخرى أو من دل آخر ثم نقوم بالضغط على زر إفتسعة نلاحظ ماذا ظهور أسماع العملاء فقط نقوم باختيار العمل الخاص بين محلة حسن معفوظ التجارية رقم العمل يمثل آخر رقم العمل من الحساب ونقوم بإدخال بقية البيانات التعريفية الخاصة به وبقية البيانات التي تستفيدين في التقارير ثم نقوم بعملة الحفظ الآن نذهب إلى فاتورة المبيعات العمليات فواتير المبيعات نقوم بضغط على زر الإضافة آجل رقم المغزن المغزن الفريع والمغزن المعرض نبحث على اسم العميل من خلال الاسم معالك لاتخارم ذا النجمة ثم تكتب مثلا محفوظ ثم افتسعة نلاحظ ظهور الاسم مباشرة نقوم باختياره البيان عليكم قيمة مواد غذائية بالآجل نقوم الآن بالبحث على أصناف المراد بيعها أفضل طريقه البحث عن طريق الاسم ادخال رمزة النجمة ثم مثلا نكتب حليب نيدو أو نيدو ثم اف خمسة و اف ستة نلاحظ ظهور اسم الصف مع الكمية المتوفرة في المخازن نقوم باختياره بالضغط عليه التحرك بالتاب ادخال الكمية المباعة ثلاثين علبة كمثال المبلغ اربع الف و خمسمائة ثم ادخال الصف الثاني نبحث عن طريق الاسم نجمة مثلا دقيق السنابل ثم اف خمسة و اف ستة نختار دقيق السنابل كمية المباعة خمسة واربعين كيس تكلفة ستة الف و خمسمائة ريال كمثال اخر صف مباعة له هو عصر سيزر نكتب سيزر فقط نجمة سيزر ثم اف خمسة و اف ستة واختياره ادخال الكمية المباعة 20 كرتون التكلفة 4,650 ريال الآن قمنا بإدخال الاصناف مع الكميات طبعا هذا اجمال الفاتورة قبل الحفظ الآن نقوم بإضافة الأعباء ما عليك للدخول إلى بيانات أخرى هنا نقوم بإدخال أعباء المبيعات التي سوف تضاف على قيمة الفاتورة ويتم تحميل العميل بها فمثلا اذا قامت الشركة البائعة يعني شركتنا الخاصة بدفع مبلغ 30 ألف ريال هو قيمة نقل هذه البضع إلى مخازن المشتري وقامت بدفعها نقدا من الصندوق في مثل هذه الحالة الحساب الذي سوف يضم إضافته في هذا الحقل هو حساب الصندوق ما علينا إلا الضغط على اف تسعة او ادخال رقم الصندوق واحد من واحد اف تسعة حساب رئيسي ثم نقوم بالبحث عنه وإدخال المبلغ 30 ألف ريال أما إذا قامت الشركة بنقل هذه البضائع إلى مخازن العميل المشتري بوسائل نقل خاصة بالشركة فإنه يتم إضافة حساب يسمى حساب إيرادات نقل البضائع إلى مخازن العملاء ويتم إضافته في جانب الإيرادات في الدليل المحاسبي لنفرج جدلاً أن الشركة قامت بنقل هذه البضائع بوسائل الشحن الخاصة بها ما علينا إلا الضغط على اف تسعة والذهاب إلى الدليل المحاسب بالضغط على زر الإضافة نبحث في جانب الإيرادات أربعة اف تسعة نقوم بالبحث على إيرادات نقل البضائع إلى العملاء هي تتبع إيرادات أراضية غير مرتبطة بالنشاط نلاحظ ماذا؟ ظهور هذا الحساب إيرادات نقل وشحن البضائع إلى مخازن العميل طبعاً حساب رئيسي نقوم بالتفريع من هو حساب فرعي على النحو التالي ضغط على زر الإضافة أربعة واحد اثنين سفر تسعة سفر صفر واحد أربعة واحد اثنين سفر تسعة ونقوم بكتابة إيرادات نقل البضائع إلى مخازن المشتري وسائل نقل الشركة نوع الحساب فرعي ريال ثم نقوم بعملية الحف ونعود مرة أخرى إلى فاتورة المبيعات نقوم الآن بإدخال حساب إيرادة نقل البضائع إلى العملاء ما عليك إلا الضغط على فتسعة أو إدخال حساب العملاء والموردين الذي أربعة كإيراد فتسعة ونقوم باختياره هذه إيرادة نقل البضائع نقوم باختياره إذن وإدخال مبلغ ثلاثين ألف ريال إذن إذا قامت الشركة بإدخال المبلغ ودفع المبلغ نقدا نقوم باختيار الصندوق أما إذا كانت الشركة قامت بنقل البضائع بوسائل نقل خاصة بها نقوم بإدخال إيرادة نقل البضائع إلى مخازن المشتري العملاء الآن نقوم بعملية الحفظ والترحيل نعود مرة أخرى لبيانات الفاتورة ونقوم بعملية الحفظ إذا ما أردنا مثلاً طباعة الفاتورة وما عليك إلا ضغط على زر طباعة ثم لا من أجل استعراض الفاتورة تظهر الفاتورة بالشكل الظاهر أمامكم الأصناف الإجمالي ثم أعباء إضافية ثلاثين ألف ريال تم تحميل العمل بها أي أن الإجمالي خمسمائة وخمسين ألف ريال الآن نذهب من أجل التأثير المالي ويتم ذلك من خلال الترحيل نخرج نذهب إلى إدارة الحسابات الترحيل فواتير المبيعات طريقة الدفء آجل فاتورة نقوم باستعراضها أضطف على فاتور مرتين ترحيل إذا أردنا استعراضها بالزر الأيمان ثم نرحل لمعرفة القيد المحاسبي الذي سوف ينفذه النظام آلياً بعد تحميل هذا العمل بالأعباء ما عليك للدخول إلى إدارة الحسابات التقارير اليومية العامة نوع المستند فاتورة مبيعات نوع الفاتورة آجل ثم نقوم بعملية اطباعة يظهر القيد المحاسبي الخاص بنا على النحو التالي من مذكورين تكلفة المبيعات محلات حسن محفوظ طرف مدين إلى مذكورين نقل البضائع هذا الإيرادات التي تم تحميل طرف دائن إيرادة الثلاثين ألف مخزون المواد الغذائية حساب المبيعات أما تكرار حساب تكلفة المبيعات ثلاث مرات وتكرار المخزون ثلاث مرات والإيرادة ثلاث مرات لأننا في فاتورة المبيعات نحتوي على ثلاث مجموعات مختلفة مجموعات الحليب والعصائر والدقيق إذن فالقيد المحاسبي هو من مذكورين من حساب تكلفة المبيعات من حساب محلات حسن محفوظة تجاري عميل طرف دائن إلى مذكورين حساب إيرادة نقل البضائع والمخزون والمبيعات أما تكرار الحسابات الظاهرة أمامكم تكلفة تكلفة مخزون مبيعات مبيعات هو أنه في الفاتورة يوجد لدينا ثلاث مجموعات نعود مرة أخرى إلى إدارة المبيعات فواتير المبيعات سنوضح الآن مثال حول فواتير مبيعات بالآجل وقيام الدولة بفرد ضريبة مبيعات نذهب الآن إلى المثال تم بيع الأصناف التالية لمحلة آيفون 3D بالآجل من المخزن الرئيسي الأصناف ظاهرة أمامكم كميات سعر البيع والمخزن مع العلم أن الدولة تفرض ضريبة على مستوى كل فاتورة بنسبة 5% الآن نذهب لإدخال هذه البيانات في فاتورة المبيعات في البداية قبل تنفيذ فاتورة المبيعات لا بد أولا أن نذهب إلى تهيئة النظام في إدارة المبيعات تهيئة النظام الخيارات والدخل إلى خيارات أخرى ونقوم بالضغط على زر التعديل ومن ثم إدخال الضريبة على مستوى الفاتورة لا بد من التأشير على هذا المربع طبعا الضريبة قد تكون قيمة يعني ألف ألفين مبلغ أو قد تكون نسبة في البداية الضريبة لا بد أن يتم إضافة هذا الحساب ضريبة المبيعات أو مصلحة الضرائب في جانب الخصوم المتداولة لأنها تعتبر مستحقات على الشركة للغير أو التزامات على الشركة للغير وبعد إضافته في الدليل المحاسبي في جانب الخصوم المتداولة ما عليك إلا الضغط على F9 والبحث عن حساب مصلحة الضرائب أو ضريبة المبيعات مصلحة الضرائب ظاهرة أمامكم ضريبة المبيعات نقوم بالضغط عليها مرتين الآن نقوم بإدخال النسبة 5% وبعد التأشير واختيار حساب الخاص بضريبة المبيعات وإدخال النسبة نقوم بعملية الحفل نذهب إلى فاتورة المبيعات ونقوم بتنفيذ العملية على النحو التالي إضافة آجل المخزن الرئيسي ونقوم بالبحث F9 شركة آيفون نبحث على العمل نضغط على مرتين ونقوم بكتابة البين عليكم قيمة تلفونات بالآجل نقوم بإدخال الأصناف ويتم إدخال الأصناف بالبحث عن طريق الاسم مثلا يدخل رمزة النجمة ثم نكتب مثلا تلفون سامسونج ثم الضغط على F5 أو F6 واختيار التلفون مثلا تلفون جالاكسي كميل باع عشر حبات التكلفة ستمائة وخمسين دولار نقوم بإدخال الصنف الثاني مثلا تخيل رمزة النجمة مثلا ثم F5 نراحظ ظهور اسم الصنف عشرة أفضل طريقة للبحث على أصلاف هي من خلال الاسم كميل باعات ثلاثين التكلفة ستمائة وعشرين دولار كمثال أو سمع عشرين دولار أو البحث عن طريقة الرقم 0011 ثم F5 تلفون آيفون كمية المبعاة خمس حبات كمثال سعر البيع سبعمائة وعشرة دولار الآن ندخلنا جميع الأصناف هذا إجمالي المبلغ أي أن ضريبة المبيعات سوف تكون برسبة 5% على هذا المبلغ نقوم الآن بدخل بيانة أخرى ثم التأشير على خيار ضريبة الفاتورة نلاحظ ظهور طريبة الفاتورة برسبة 5% من إجمالي هذا المبلغ إذن نقوم الآن بعملية الحفظ الآن تم التأثير كميان عن المخازن أما التأثير المالي فلا يتم إلا من خلال الترحيل في إدارة الحسابات نخرج من إدارة المبيعات نذهب إلى إدارة الحسابات الترحيل فواتير المبيعات طريقة دفع آجل ثم نقوم بالتأشير على الفاتورة ترحيل إذا أردنا استعرضها بالزر الأيمان ألا نضغط على ترحيل يتساءل البعض ما هو القيد المحاسبي الخاص بضريبة المبيعات كيف يكون شكل القيد المحاسبي ولمعرفة القيد المحاسبي الذي ينفذه النظام آليا في فواتير المبيعات تفرض ضريبة المبيعات يتم الدخول طبعا في إدارة الحسابات تقارير اليومي العامة نوع المستند فواتير المبيعات نوع الفاتورة آجل ثم طباعة سوف يكون القيد المحاسبي على النحو التالي طبعا هذا الفاتورة الخاصة بضريبة المبيعات سوف يكون من مذكورين تكلفة المبيعات شركة آيفون تريدينج عميل مدين إلى مذكورين طرف دائل مصلحة الضرائب مخزون التلفونات للجوال المبيعات دولار أي أن تكلفة المبيعات طرف مدين يقابل في الطرف الدائل مخزون الجوالات بينما شركة آيفون تρέدينج طرف مادين عميل يقابله قيمة المبيعات مضافا عليها ضريبة المبيعات أي أن الطرف الدائن يتمثل في مصلحة الضرائب زائد المبيعات ويقابله بالطرف المدين شركات آيفون تريدينك كعمل إذن القيد المحاسم مذكورين تكلفة المبيعات شركة آيفون تريدينك طرف مدين إلى مذكورين مصلحة الضرائب مخزون التلفونات الجوال المبيعات نعود مرة أخرى إلى فواتير المبيعات في إدارة المبيعات سنوضح الآن مثال حول فواتير المبيعات بالآجل وفرض الدولة رسوم تحسين مدينة على الأصناف المباعة نقوم بعرض المثال تم بيع الأصناف التالية لمحلات حسن محفوظة تجاري بالآجل من المغزن الرئيسي اسماء الأصناف الكميات سعر البيع وتقوم الدولة بفرض رسوم تحسين مدينة على الأصناف على النحو التالي دقيق السناف الثلاث ريال لكل كيس والدقيق البركة خمسة وعشر ريال على كل كيس الآن نقوم بإدخال هذه البيانات في فواتير المبيعات في البداية لابد قبل تنفيذ هذه الفاتورة من عمل مجموعة من الإجراءات اللازمة الخطوة الأولى مثلاً أن يتم إضافة العميل في الدليل المحاسبي إذا لم يكن مضاف في شاشة بيانات العملاء الخطوة الثانية أن نذهب إلى تهيئة النظام في إدارة المبيعات الخيارات خيارات أخرى ونقوم بالضغط على زر التعديل والتأشير على حساب تحسين المدينة طبعاً حساب تحسين المدينة يضاف في الدليل المحاسبي في جانب الخصوم المتداولة لأنه عبارة على التزام أو استحقاق لمصلحة الضرائب أو للجهة الحكومية على الشركة لذلك لا بد أن يضاف في جانب الخصوم المتداولة بعد إضافة في الدليل المحاسبي يتم إدخاله في هذا الحق من خلال البحث عليه بالضغط على إفتسعاء ويتم البحث على تحسين المدينة أو رسوم تحسين المدينة رسوم تحسين المدينة نقوم بالضغط عليه ثم الحفظ الآن بمجرد أن قمنا بالتأشير على رسوم تحسين المدينة في شاشة بيانات الأصناف سوف يتفعل لحقل يسمى حقل تحسين المدينة فإذا ما عدنا مرة أخرى إلى إدارة المخزون مدخلات الأساسية بيانات الأصناف وقمنا بالبحث على الأصناف التي نريد تحديد رسوم تحسين المدينة عليها نضغط على زر البحث ثم البحث من خلال الأس مثلا نجمة مثلا دقيقة السنابل ثم إفتسعة نقوم بالضغط عليه واختياره نقوم بالضغط على زر التعديل نلاحظ يتفعل لنا حقل خاص بتحسين المدينة نقوم بالتأشير عليه ونحدد المبلغ طبعا المبلغ أربعين ريال ثم نقوم بعملية الحب الآن نبحث على الصنف الآخر الذي هو دقيقة البركة بطريقة أخرى مع لك لضغط على زر البحث وإدخال اسم الصنف ثم إفتسعة أو إدخال جزء من اسم الصنف أو رقم الصنف والضغط على إفتسعة دقيق البركة ثم نؤشر على التعديل ونحدد رسم تحسين المدينة 25 ريال ثم نقوم بعملية الحب الآن نعود مرة أخرى إلى إدارة المبيعات ونبدأ بتنفيذ فاتورة المبيعات العمليات فواتير المبيعات الضغط على زر الإضافة آجل نحدد رقم المغزن الرئيسي ثم نبحث على العميل المرادة البيع له بالآجل إما بالضغط على إفتسعة سوف يثر جميع العملاء أنا أفضل أن يتم البحث عن طريق الاسم أدخل رمز النجمة ثم أكتب محفوظ مثلا ثم إفتسعة يظهر مباشرة نقوم باختياره التحرك بالماوس أو بزر التاب وإدخال البيان عليكم قيمة مواد غذائية الآن نبحث على الأصناف بعدة طرق الطريقة الأفضل أن نتم البحث من خلال الاسم عليك لإدخال رمز النجمة ثم كتابة اسم الصمت كاملة دقيقة السنابل أو جزء من اسم الصمت مثلا السنابل ثم تقوم بالضغط على إف خمسة أو إف ستة نلاحظ ظهور اسم الصمت والكميات المتوفرة من نختاره الكمية المباعة مثلا ثلاثمائة كيس كمثال التكلفة ستة ألف وثلاثمائة ريال الآن نبحث على الصمت الثاني بطريقة أخرى هي أن يتم البحث عن طريق الرقم إذن هناك طريقتين إما عن طريقة الاسم أو الرقم نقوم بإدخال جزء من اسم رقم الصمت ثم نضغط على إف خمسة أو إف ستة نلاحظ ظهور أي صمت ينتمي لمجموعات صفر صفر خمسة درجة البركة الكمية المباعة مئاتين وخمسين كيس التكلفة ستة ألف ريال كبثال الآن قبل عملية الحفظ ومن أجل إثبات رسوم تحسين المدينة المفروضة من قبل الدولة ما عليك للدخول إلى بيانات أخرى في أعلى الشاشة وتقوم بالتأشير على تحسين المدينة نلاحظ ظهور المبلغ الخاص في تحسين المدينة الآن نقوم بعملية الحفظ ومن أجل التأثير المالي وطباعة التقارير نقوم بالترحيل من إدارة الحسابات فواتير المبيعات آجل نحدد الفاتورة ونؤشر عليها ثم ترحيل الآن لمعرفة القيدة المحاسبة الذي سوف يقوم النظام بتنفيذه آليا ما عليك للدخول للتقارير اليومية العامة نوع المستند فواتير المبيعات نوع الفاتورة آجل تقوم بتحديد رقم الفاتورة هنا أو الضغط على طباعة باشرة أي أن القيدة المحاسبة على النحو التالي من مذكورين تكلفة المبيعات أي أن القيدة التكاليف على النحو التالي من حساب تكلفة المبيعات القديمة嘉 مرة أخرى إلى فواتير المبيعات في إدارة المبيعات يتساءل البعض ماذا يقصد بفاتورة معلقة يقصد بفاتورة معلقة أن النظام سوف يسمح بحفظ هذه الفاتورة والأصناف التي تحتوي عليها وجميع البيانات الخاصة بهذه الفاتورة لكنه لن يسمح بترحيلها أي أنه لن يسمح بالتأثير المالي للحسابات المرتبطة بهذه الفاتورة قد يكون السبب جعل الفاتورة معلقة عدم استكمال بعض البيانات المرتبطة بهذه الفاتورة عدم استكمال إجراءات المبيعات الخاصة بهذه الفاتورة أو عدم اتفاق مع أحد العملاء فيتم جعلها معلقة يسمح النظام بحفظها لكنه لن يسمح بترحيلها نقوم الآن بعمل مثال بسيط حول فاتورة المبيعات المعلقة على النحو التالي نقوم بإدخال أصناف والبيانات وبعد إدخال جميع البيانات إذا ما قمنا بالتأشير على فاتورة معلقة والحفظ وأردنا ترحيل هذه الفاتورة من إدارة الحسابات ترحيل فواتير المبيعات طبيعة الفاتورة آجل نلاحظ سوف تظهر باللون الأحمر كأن النظام يخبرك توقف هناك إجراءات ناقصة مرتبطة بهذه الفاتورة أو أن هناك بيانات غير مكتبينة في هذه الفاتورة ولذلك الفاتورة معلقة لا يمكن ترحيلها إذا ما أردنا الترحيل وأشرنا عليها ترحيل نلاحظ أن النظام لن يسمح بترحيلها لأنها معلقة لكن في حالة تم استكمال جميع الإجراءات وأصبحت الفاتورة الآن جاهزة للترحيل ما عليك إلا الذهاب إلى الفواتير والبحث على الفاتورة بالضغط على زر البحث ثم اختيار آجل ثم افتسع مثل اختيار الفاتورة ونقوم بالضغط على زر التعديل وإلغاء فاتورة معلقة أي أن النظام الآن سوف يسمح بحفظ الفاتورة ويسمح كذلك بترحيلها فإذا ما ذهبنا مثلا إلى إدارة الحسابات الترحيل فواتير المبيعات واخترنا آجل نلاحظ لم ما عادت الفاتورة باللون الأحمر أي أن النظام يخبرك أن الفاتورة جاهزة للترحيل سمحنا بحفظها ونسمح الآن بالترحيل والتأثير المالي على الحسابات نعشر على ترحيل ترحيل نلاحظ يسمح النظام بترحيل الفاتورة نعود مرة أخرى إلى إدارة المبيعات العمليات فواتير المبيعات يتساءل البعض ماذا يقصد بفاتورة دورية الفاتورة الدورية هي تلك الفاتورة التي تتكرر أكثر من مرة في بعض الأحيان يأتي إلينا عملاء يقوم بشراء أصناف كثيرة جدا تحتوي على كمية كثيرة وأسعار مختلفة وعبوات مختلفة يحتاج مننا عملية إدخال هذه الأصناف وهذه البيانات وهذه المعلومات في فاتورة المبيعات وقت كبير جدا فإذا ما كان العميل دائما وأبدا يشتري نفس الأصناف فإننا نستطيع أن نقوم بعمل فاتورة دورية بحث عند قيام العميل بالشراء ما علينا إلا استدعاء الفاتورة الدورية السابقة وتنزل جميع الأصناف كاملتان ونقوم بإدخال البيانات التي نريد بشكل سريع للغاية نقوم الآن بتوضيح فكرة فاتورة دورية على النحو التالي نقوم بإدخال مثلا فاتورة بالآجل على النحو التالي فنلاحظ أن الأصناف الفاتورة بعد إدخالها كثيرة والكميات مختلفة والأسعار مختلفة ومن أجل عدم استغراق وقت طويل عند إدخال هذه الفاتورة مرة أخرى ما عليك إلا التأشير على فاتورة دورية نقوم الآن بعملية الحفظ فإذا ما ذهبنا مثلا وقمنا بترحيل الفاتورة من إدارة الحسابات فإذا ما عدنا مرة أخرى إلى فواتير المبيعات وقمنا بالضغط على زر الإضافة واخترنا آجل نستطيع أن نقوم بإنزال جميع الأصناف التي تم إضافتها في الفاتورة السابقة بشكل سريع جدا ما عليك إلا الذهب إلى هذا الحقل والضغط على F9 واختيار الفاتورة نلاحظ ماذا نزول الأصناف بشكل سريع للغاية بدون أن تستغرق وقت في عمليات الإدخال إذن هذه هو فائدة خيار فاتورة دورية نقوم بعملة الحفظ الآن نزول الأصناف نزول الأصناف نزول الفاتورة